باب جديد يفتحه العراق في طريق الحوار الاستراتيجي مع امريكا وللسان الخارجية العراقية التي تؤكد طلب البلاد من الادارة الامريكية الجديدة استمرار اجتماعات الحوار الاستراتيجي وتحديد فريق التفاوض من جديد بين الجانبين بعد فترة من الفتور في عهد الرئيس السابق ترامب ويهدف التقارب الجديد الى بحث البقاء الامريكي في البلاد وعدد من الموضوعات الامنية والعسكرية لكن هذا السيناريو في فصل انتشار القوات الأمريكية قد يشهد معارضة من قبل بعض القوى السياسية تأسراعات وزير الخارجية سيد فوادو حسين بفتح علاقات جيدة وجديدة مع إدارة وايدن هي خطة بتجاهصة يحبك على شرط أن تكون هناك سياسة الكفو ما بين الأمريكا و بين العراق نحن أكيد نطلع على علاقات جيدة مع دول العالم كلها وخصوصا مع أمريكا باعتبار تمثل قوى عظمى وقوى كبيرة البعض سوف يعترض ولكن الاعتراض هو ليس في مصلحة العراق لأن أمريكا لا تخرج من المنطقة وهي عندما عادت بإرادة العراق وطلب من العراق أن يتدخلوا في إنهاء داعش والقضاء على داعش هم كانت لديهم الفكرة أن يبقوا في العراق وعندما بنوا القواعد التي موجودة قاعدة فكتوريا في مطار بغداد وقاعدة عين الأسد وقاعدة الحريري وغيرها من القواعد الأخرى ضوء أخضر منحته إيران إلى الحكومة العراقية يتحسسه المتابعون في مسيرة الطريق المظلم بين أمريكا والفصائل من جهة والحكومة التي تحاول التهديئة من جهة أخرى فإيران تتطلع إلى تغييرات أمريكية ترافق صعود بايدن إلى الحكم في ظل أحاديثها عن تخفيضها في تخسيب اليورانيوم وتطورات جديدة على مستوى عودة أمريكا للاتفاق النووي مما قد يجعل بغداد وسيطا بين الطرفين إيران يوم أمس عبر تصريح مهم الحقيقة لي نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الرجل تحدث عن أن هناك ضوءا أخضرا يبدو في الأفق في فتح الحوار ما بين أمريكا وإيران إيران موافقة على أن تخفض نشاطها النووي مقابل العودة إلى الاتفاق النووي مقابل العودة إلى الجلوس إلى طاولة الفوضات العراق ممكن أن يكون لاعبا مؤثرا جدا في هذا الإطار يعني العراق هو يعتبر الآن وسيط ناقل ما بين أمريكا وإيران الحكومة عليها أن تستفيد من هذا الملف تحديدا وتفتح الآن اتصال مباشر مع الإدارة الأمريكية وتعرض خدماتها في مجال عقد مفاوضات جديدة ولا بأس أن يكون العراق هو المكان المقترح لعقد هذا اللقاء إذا ما حدث ذلك فإن العراق الحقيقة سيشهد نقلة نوعية في عملية عادة الثقة في نظام السياسي في كل دول العالم بغداد التي تعيش أجواء من التوتر الأمني والسياسي خصوصا مع عودة نشاط داعش في بعض مناطق العراق قد تحاول مغازلة أمريكا في ظل موافقة إيرانية قد تخفف من الصراع الداخلي في البلاد من بغداد علي أسد قناة الرشيد